مشاهدين يا مشاهدي في الجول أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج One on One معنا النهاردة محمد إسماعيل نجمي نادي زد واللي خطف الأضواء خلال الفترة الأخيرة واللي هيكشف لنا عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وعن سبب غريب نبتعاده عن المباريات مع نادي أمي أهلا بيك يا محمد منورنا ومتشرفنا في موقع في الجول أهلا بيك يا حامد ومبسوط اللي أنا موجود معاك هنا وتشرفت بيك والله ربنا خليك تشرف لينا في البداية كده كله عايز أعرف مين محمد إسماعيل أعرفنا بقى بدايتك كدت إزاي والمشوار بقى كله لحد ما وسط دلوقتي نادي زد وكلام كتير عن مفاوضات من الأهلي والزمالك أنا بدأت من ناشيين أمي وأنا عندي سبع سنين فضلت في مرحلة البرعيم لحد سن الناشيين لحد سن تساطير سنة بعدين كابتن مجد عباطي أظن طبعا كان فيه منتخب ناشيين كنت دائما بتروح المنتخبات كلها رحت منتخب رحت كذا تجمع بس ما كملتش تتخب ناشيين أم لا؟ منتخب ناشيين ناشيين تماما كمين الجيل بتاعك أصلا؟ الجيل بتاعي كان عبد منعم محمد عبد المنع وأحمد عبد عادم ومحمد شكري مرموش جيل جيل متوائز جدا جاء بقى الكابتن مجد عبد العاطي كان موجود في نادي أسوان طلبني الكابتن مجد عباطي طلبني من نادي أمي في سن أنا عند 19 سنة بعدين رحت أسوان بلعبت مع الكابتن مجد عباطي كده كان أول مرة تلعب فريق أول صح؟ ملعبتش في امبي وانت موجود في امبي ملعبتش فريق أول لا انا كنت في ناشيين امبي أصلا انا ملعبتش اه ملعبتش انا تصعطت في ناشيين امبي وأنا عند 17 سنة يعني طلعت الفاتر في 17 سنة صلعتش؟ لا ملعبتش كمين اللي يطلعك؟ كان الكابتن طري عبد الله وكابتن طري العشرة وبعين نزلت تاني يعني ما عادتش فاتر في الفريق الأول نزلت تاني على طول فضلت من 17 سنة لحد 17 سنة مطلعت شريق أول تاني الكابتن مجد عباطي والكابتن سابت صروخ خدوني من ناشيين امبي لنادي أصواني عارة لمدة سنة بدأت في نادي أصوان اللي انا هلعب سردباك مع الكابتن مجدع اللي هو مركزك القصف؟ اه اللي هو سردباك ولا انت اصلا في حاجة تانية لعبتها غير السردباك؟ اه لعبت رعيك فام تمانية مهنين بقى كابتن مجدي او الأولاني؟ لا الكابتن أحمد كشري كان كابتن مجدي مشي أصلا من النادي اه كان مشي يعني لكن كابتن مجدي كالفتر اللي أنا لعبتها مع كابتن مجدي عباطي كنت استردباك والدور التاني لعبت مركز ثمانية وجبت ثلاثة اهدف مع كابتن أحمد كشري رجعت امبي تاني وانت بقى خلاص هتلعب أساسي؟ اه هتلعب تكون موجود؟ طبيعي يعني انا عملتي سانة قصوان دي كويس وكده فقلت يعني هارجع لعب الكابتن حلمي طولان كنت بقى لعب معي فعلا بس على فترات وبس لعبت سردبك بقى يعني خلاص لعبت رجعت تاني مركزة كلاس مدافع بعدين كابتن حلمي طولان مشي جي تاني كذا مدرب منهم الكابتن احمد كوشر وكابتن طلعت احمد كوشر عارفك بقى خلاص اه بس يعني لعبت معا مطشو حد وتصبت فعالت فتر لعبك بقى الدفاع ولا لعبك بقى تمانية لا لعبت مدافع برضو اه اقتنع اللي انت في التمانية يعني مع انك انت مفروض فعالس معانا بقى لعبت مع الكابتن حلمي طولان فترة طويلة مدافع فكنت كويس فهو اقتنع بقى خلاص اه تمام لعبت مدافع فاول مطشي في الدورة وبقى ان اتصبت فكابتن اول ما رجعت يعني كابتن احمد كوشر يمشي من نادي اه وجي الكابتن طلعت يوسف الموسم اللي فات بصراحة يعني عشان تكون صريح معاك مكنش حد يعرف مين محمد اسماعيل ده حقيقة ولا حد كان بيتكلم او اللي انت بتلعب اساسي في نادي امبي وكله تفاجأ النادي زد اخد محمد اسماعيل يعني شايفينها كتصفقة عادية جدا انا ما كنتش بلعب في امبي طول السنة اللي فاتت بسبب كان حصل خطبتي حصل خطبتك؟ اه لا لا خطبتي في اول السنة اللي عبتت في انا في نادي امبي اه فجأة لقيت نفسه رجون على طول هو رجون؟ اه عشان خطبت عشان خطبت؟ عشان خطبت اه طب ايه العلاق؟ اه انت بستفجنتش مثلا يعني؟ لا معاني لا كنت مبلغ كنت مبلغ وابلاه بفترة وبلغت المدير الفني كمين مدير الفني؟ كابتن تامي مصطفى كابتن تامي مصطفى اه بلغتهم كل حاجة والدنيا جميلة يعني انت رحتفت؟ وروحت اليوم بتاع التمرين يعني نفسي يوم الخطوبة رحت التمرين فجأة بعد الخطوبة لقيت نفسي ورع الجون على طول يعني طول السنة طول السنة؟ اه طول السنة ما لعبتش خالص بسبب الموقف دو بسبب موقف ان انت خطبت؟ اه اه والله يعني انت عشان خطب؟ اه والله متابنست بعدك؟ ايوه هم يعني هم بنوجة نظرهم كانوا شايفين اللي احنا كناش كناش ماشيين كويس في الدوري فازاي اللي انا راح اتبسطوا واحنا بنزعل حتى متحرج يا والله متحرج ده حقيقة والله اه والله يعني انت الفرقة كانتش ماشية كويس فاللو هو انت خطبت فهو لا المطش القبل الخطوبة خسرنا فلازم تأجر خطبتك؟ اه اه يعني بحاجز كل حاجز يعني الحمد لله يعني بس فضلت طول السنة محاولتش لا استنى بس محاولتش تتكلم مثلا مرسولة من الشرياء رئيس النادي؟ لا بصراحة انا موقف ازعلت منه ببالي 16 سنة 2000 بي ازعلت مش اه مش عايز اخد موقف اه محاولتش اه رد فعل فضلت اه اتمرن هو بجد حد بلغك اللي انت تم استبعادك علشان اللي انت خطبت؟ انتغلك التبدير بكده؟ محاولتش بلغني بس لما جيه قبل نهاية السنة ما تخلص اه مساعد كابتن تامر جيتكلم معي ما انت عارف اللي هو بسبب الخطوبة فهم هم موضحين لي هو الموضوع كان مواضح اصلا واكدولي الموضوع ده بس فقلتولي ما انا معديش مش طب واللعيبة معاكل في الفرقة مفيش حد جالك الخطوبة؟ اه لا محاول ديش جاء وده كان تم تبلغهم؟ لا كان محاول ديش جاء عشان كان فيه معسكر كان فيه معسكر؟ اه تمام لمطش تاني؟ اه كان يعني هم عملوا معسكر بقى بسبب الموضوع ده عملوا معسكر ازاي؟ انا هو بيلعبوا فرقة يعني اخلوا المعسكر قبلها بيوم مثلا؟ لا هو طبيعي المعسكر قبل كل مطش بيوم عشان كان فيه خطوبتي انا كنت عامل قبل المطش بأربع ايام فعملوا كان قبل المطش بثلاث ايام بالضبط فعملوا المعسكر قبل المطش بثلاث ايام في نفس اليوم يعني وده يعني بده مش ده طبيعي يعني طب واللعيبة مفيش حد جاء لك بسبب المعسكر؟ حد جاء لحد مثلا قال لك احنا جايللك تبا يمكنها بكل ركع؟ مكلمين فادي كل حتى الناس اللي بره الاسكر محدش محدش معرفش اما مش فاكر تفاصيل بالضبط بس الجهاز الفني اللي كان بره الاسكر يعني مكانش في المعسكر مجوش لان هم يعني تعريبا دي طب ايام تعلمات؟ اه اه يعني ما خالش نخش في الموضوع ده سوى 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 غريب بصراحة لا بس ايى ان كان النادي أمبي انا متراب فيه ليه الفضل علي اكيد مليون في المية انما مش معنى هه حصل مع مocبtle زيدوت من مسؤول ايان كان هو المتحكم في الموضوع دا يبقى النادي أمبي مش ليه الفضل علي اكيد لأ النادي أمبي اكيد اكيد مليون في المية ليه الفضل علي وانا عندي 6 سنين لحد ما مشيت من النادي السانة اللي فاتت انا ابن النادي حسيت بإيه ساعة مجالك عرض نادي زد؟ لما عبتش سنة كاملة أثر علي أكيد يعني الناس نسيتني يعني محدش معرفني جالي كذا نادي كان محتاجني في الدولة ممتاز ولا؟ كذا نادي بس ده وأنت يعني في فوقت زد ولا قبل وقت زد؟ ولا في فترة يعني مثلا في فترة من فترات؟ في آخر سيزون جالي زد وكذا نادي تاني بس أنا الكابتن مجدع بعطي طبعا هو اللي طلبني مجدع معال تاني فإن هو اللي أخذك أسوار ولعبك ده الممتاز طبعا لازم تروح ليه الفضل علي طبعا هو اللي نقلني النقلة ديت فما قدرش يرفض له طلب يعني انت شايف إن في مدرب بيحب ويكره يعني يحب العيب فبياخده معاه في كل نادي؟ مش شايف دي خالص بيحب ويكره ولا مقتنع بالعيب؟ لا ما هو فيه فال اللي هو مثلا أنا بحب محمد إسماعيل فبروح أي نادي باخده معاه لا مش عشان الموقف بتاعي دوت فالكابتن مجدى خدني في أسوان فهو خدني في زد الكابتن مجدى الدر لا الكابتن مجدى كان معاه لعيبة في أسوان وكان معاه لعيبة في زد في درجة تانية فهو عارف وشاف اللعيبة وفيه لعيبة كويسة فمش معنى كده لو كل اللعيب هيفضل معاه في كل حتة يعني ما لهاش علاقة خالص هي لها علاقة باللعيب ما بتكلم الكابتن مجدى دايما بيحب ياخدك في كل نادي بيروحه؟ مو عشان أنا مش عشان بيحبني عشان إمكانياتك حلو هو مقتنع بإمكانياتك مقتنع بإمكانياتي واللي أنا لعيب كويس قال لك إيه؟ قال لك الكابتن مجدى ما أعجبك فازاد أول مكالمة بين الكوبين وقال لك إيه؟ هو كان مسترب اللي أنا ما كنتش بلعب فينبي إزاي؟ واغلا الناس كلها كانت مستربة حتى في فينبي كان الموضوع واضح يعني كان واضح وضوح الشمس كده كده يعني مش معلوش علاقة بفنيا ليه علاقة بأسباب تاني كنت ده بسبب الخطوبة انت السبب عندي حقيقة والله محمد إسماعيل بقى لعب الموسم الحالي ما عادت زد أساسي انت بيمثلك نادي زد إيه؟ من أحسن لندير اللي أنا لعبت فيها وده هو واضح للكل كمنظومة من الناشئين لحد الفرية الأول حاجة جميلة مهتمين جدا بالتفاصيل الصغيرة وشغلهم الشغل اللي هم يطلعوا لعب من الناشئين يصفروا بره يحترف أنا مع عمر خضر ويطلع ناس كثير جدا أعمل لنا توقامة مع استنفلا أنا شايف زد من أحسن ثلاثة لندير في مصر عايزين نعرف منك إدارة نادي زد كمجلس إدارة ما أتكلم معاكم أول جلسة كالجهاز فني ولعبين كان الهدف بتاعكم البقاء في الدوري ولا كان الطموح عالي بالنسبة للإدارة؟ أول اجتماع كان قبل ما الدوري يبدأ كان الهدف اللي هنقعد في الدوري بنتكلم مع بعض دايماً ده هدفنا الأول تيم بتاعنا والفريق والكواليتي اللي لعيبة طمعنا اللي احنا لازم نعمل حاجة كويسة للنادي ولينا ليه ما نكونش مركز الرابع ليه ما نكونش مركز كويس انتو كالعيبة شايفين كده؟ اه احنا شايفين اللي احنا نستحاق اللي احنا نعمل حاجة زي كده وقدرين اللي احنا نعمل حاجة زي كده وده هدفنا دلوقتي اللي احنا مركزين عليه اللي احنا نكون في مركز كويس في الأربع لوائل وشايفين أنتم ممكن تصعدوا أفريقيا لو هم أخذوا في نتاج الدور الثاني أتمنى يأخذوا في نتاج الدور الثاني وإن شاء الله نعملها بالزن ده خلال الماتشات الدوري تلعبت الزمالك ولعبت الأهل ماتش الزمالك زد كسب الزمالك 2-1 وفي ماتش الزمالك صلت من أهل 1-0 وبراءة الزمالك الشيط الأول خلص 1-1 كابت مجدى عبدالعاطي قال لكم إيه إحنا نزلنا الشيط الأولان في ماتش الزمالك كنا عشان إحنا لسه متجمعين كثيراً وكده كان لسه مفيش ثقة في بداية المباراة فعشان كده يجي فينا جون في أول 3 دقائق سفي الجزيرة آه بالضبط حاولنا نرجع تاني في الماتش والحمد لله عملنا كده وبين الشيطين الكابت المجد يفضل يتكلم معنا اللي إحنا لعبة كويسة الكواليط بتاعنا كويس مش ما يقلش على أي نادي في مصر إدانا الثقة تاني نزلنا الشيط التاني مسكنا الكورة كسبنا 2 واحد فالحمد لله يعني ماتش بقى الأهلي برضو كان تعايده بس كان 0-0 شيط الأول كابت المجد يقلوك وإيه في ماتش الأهلي كنا نزلنا في ماتش ده نكسب بصراحة هل ده طمعكو بعد ما كسبتو الزمالك؟ كان عريبة ولا كان؟ مالهاش علاقة مالهاش علاقة؟ لأ مالهاش علاقة طبش مانا أنتوا كنتوا نزلين في الأهلي عايزين تكسبوا الأهلي عشان احنا بننزل كل ماتش عايزين نكسب آآ الأهلي نادي كبير طبعا يعني ما فيش خلاف على الكلام ده أكيد طبعا لكن احنا بنكون حابين نعمل حاجة مختلفة لنا حاجة لنفسنا للنادي فلأ كان بننزل كل ماتش عايزين نكسب ومنهم ماتش الأهلي والزمالك وأي فرقة بنلعبها بنكون نزلين عايزين نكسب حلو يعني ما افتكرش اللعن الكابتن مكدي يجي في يوم قال لنا اللي احنا عايزين نطلع تعيده حتى لأ ما حصلتش لا ما حصلتش قال لكم ايضا من الشوتين؟ عايزين نسكة أكتر عشان ننفذ التاكتك اللي احنا عايزين نعمله وطول ما كان الماتش بيطول كان ساعتها الأهلي كان في ضغط ماتشاط هنجي في الآخر وإن شاء الله نكسب وهنجيب جون بإذن الله تمام بس ده ما حصلش حصلش الأهلي قدر اللي هو يساجل جون تقريبا في الدهربعة وعلى 930 كانوا سببه عالي تقريبا صح كده ساعتها الجون اللي دخل في عالي لطفى الناس على السوشل ميديا وتكلموا ان عالي لطفى مفوت الجون 우كده انتو حسيتوا بعد الكلام ده تكلمتوا معا لطفى او حاجة؟ ده أنا كنت بشوف الكلام ده او بضحك تضحك؟ اه بطبعا لا فيش الكلام ده لا مستحيل افكر حتى ان في حد بالفرقة عندي بيفكر بشكل ده وممكن هو عايز كده وده مش من طبعه علي لطفة عموة لا طبعا لا ولا عموة يعني لا اكيد طب لا الموضوع ده فعلا يعني ما تكلمنش فيه اصلا في زد قدام الزمالك قدام الاهلي كان ده جماهير وده جماهير من الجمهور اللي كنت شايفه بشكل ضغط عليكم؟ جمهور مين اكتر؟ الاهلي ولا الزمالك؟ عمت ان انا وانا في الملعب بحب الاجواء دي فما حستش ولا ضغطي هنا ولا ضغطي هنا كان لقى الاجواء جميلة الجمهور اتمنى اللي هو يرجع في كل الملعب تاني كمعين؟ لا الموضوع ممتع فعلا بس مش شايف ان دي ميزة للانداء الجماهيرية عن الانداء الشركات او الانداء الاستثمارية او الانداء اللي ما عندهاش جماهير اصلا كنادي زد مثلا انت ما فيش جمهور عندك ففكرة ان دي بقى فيه جماهير كثير فده بيدي ميزة للانداء المنافس لك؟ اكيد بيدي ده فعليهم بس ده ما يمنعش اللي احنا هنسحط تحت ضغط يعني كل العيب بيلعب في المطش ده بيعبر عن شخصيته في الجمهور او منير الجمهور فلا اعتقد اللي هو الموضوع بيكون احسن يعني مش اوى السؤال خلال الفترة الاخيرة كان فيه تقرير صحفية كتير جدا بتقول ان نادي الزمالك عايز محمد اسماعيل وفي نفس الوقت كان فيه تقرير صحفية بتقول ان كولر معجب بمحمد اسماعيل هل الاهلي او الزمالك تفاوضوا مع نادي زد او تفاوضوا مع محمد اسماعيل ولا لا كلام كتير او اعلى السوشال ميديا للفترة اللي فاتت ما حدش من الاهلي ووزمالك تتكلمني او تواصل معي بس وكيلي بلغني ان الاهلي ووزمالك تنتابعني في الاول وفي الاخر في نادي زد الكارب بيد الادارة والكابتن مجلي اكيد انك مرتاق بعقد يعني ملتزم بعقد ثلاث سنين مع نادي زد واكيد اللي شايفينه انا معهم لو جالك يعني مجلس الادارة في نادي زد بلغك وقاللك يا دلوقتي يا محمد احنا معنا عرض من الاهلي وعرض من الزمالك هتروح لمين؟ هو يعني هيبلغن الاتنين اه الاتنين جملة بدلوقتي اكيد اكيد اللي هو شايفه بالنسبة له اصلح النادي النادي حلو هيقول لي النادي ده عشان هو اكيد يعني بالنسبة له الموضوع هيكون مختلف كمادية يعني النادي اه اكيد اه انت بالنسبة لك اللي هيبقى قافية للنادي مدية انا هتروح لان النادي هو المتحكم فيه انا ملتزم بعادف مع النادي فهو هو في الاول وفي الاخر هو صاحب القرار خان فترة الاخيرة كده وعلان قيمة منتخب مصر كنت شايف نفسك اللي انت ممكن تروح للمنتخب كنت منتظر اللحظة دي؟ كان نفسي انضم طبعا بس اه ده منتخب مصر اه يعني الكابتن حسام حسن اكيد طبعا شايف الاصلح للمنتخب وتمنى التوفيق ليهم وان شاء الله يعني نعمل حاجة جميلة بيزن الله ان شاء الله في ماتشات الدولي طبعا وجهة الزمالك وجهة الاهلي في الزمالك لعب عليه كمهاجم سيف الجزيري وناصر منسي وفي الاهلي مودست وكهرباء وساملين التلاتة نزلوا في اخر المباراة انت بالنسبة لك كمدافع بقى هل في مهاجم فيهم كنت قلقان منه او في واحد حاسس كده اللي هو ايه هو الطب منهم هما الخامسة لا او انا ما كنتش علقان من حد فيهم كلعبة كويسة جدا طبعا بالنسبة لي اللي هو حاجة كانت كنت عامل حسابه شوية اللي هو سيف عشان في اي لحظة بلعب ذكاء جدا في اي لحظة ممكن ياخد بلين كده الحاجات التفاصيل الصغيرة ديت هو بيعملها كويسة بياخد درب جذاب بسهولة من اللاشئ دي الحاجات دي دي الحاجة الوحيدة اللي انا عملت حسابي فيها مع المهاجمين دول دلوقتي بقى احنا وصلنا الاخر فقرة وفقرة الاسئلة السريعة بس احنا عايزك في الانجاز ما يكملش عشر سهول مش هنفكر طيب من وجهة نظرة افضل مدير فني في الدول المصري الموسم الحالي كابت المجدوات اختاروا على اساس الو افضل مدير فني لا كابت المجدوات فاني طبع كابت المجدوات فاني دي حقيقة طيب افضل حارس مرمى في الدول المصري عزوط فيك افضل مدافع افضل لعب وسط في الدور لا فيه ستة وفيه تمانية ستة ستة شاف اللي هو دونجة بسرعة دونجة ازا مهاجم طب افضل مهاجم افضل لعب في الدول المصري الموسم الحالي امام عشور وزيزو طبع وزيزو لا ما انت قولي امام عشور وزيزو لا الاتنين بيتنفسوا بشكل يعني بير طبيعي يعني الموضوع فعلا اتمنى يكون فيه خمسة ستة كمان اخر فكرة وفكرة الاختيارات بس المرادة بما انك انت تضيف دلوقتي مدافع فاحنا ناخدها ما بين المدافعين اقول لك اتنين تختار واحد ونكمل الاخر كابتن هاني رامزي ولا كابتن عبدالزار الساقة كابتن عبدالزار الساقة كابتن عبدالزار الساقة كابتن عبدالزار الساقة ولا كابتن متحد عبدالهادي كابتن عبدالزار الساقة كابتن عبدالزار الساقة ولا كابتن بشير التابعي كابتن عبدالزار الساقة كابتن عبدالزار الساقة ولا كابتن واقي الجمعة لا كابتن واقي الجمعة كابتن واقي الجمعة ولا الونش واقي الجمعة ولا كابتن احمد عجازي واقي الجمعة طبعا وهي الجمعة ولا محمد عبد المنعم؟ كابتن نوال الجمعة جيت على زميلك ها؟ ما عليش شو لا بس كابتن نوال الجمعة يعني تاريخ يعني اه طبعا وصلنا كده نهاية الحوار وانا استمتعت جدا بوجودك النهاردة معانا يا محمد ربنا خليك يا حمد يا ربي وانا المفتوطة اقترب واتشربت بيك وبكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة من وان وان انتظرونا في حلقة تانية من وان وان سلام